سيد الرئيس لا تصدقوهم لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة لا تصدقوهم فالحرب لم تنتهي بالنسبة لألفي شهيد أضيف هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم على 350 ألف شهيد لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعيا للنصر العظيم فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفاة شعبه ومواطنيه لا تصدقوهم إن قالوا إنهم مهتمون بإعادة الإعمار فيعادة إعمار المباني لا يمكن أن تتقدم على إعادة إعمار النفوس والقلوب التي في الصدور لا تصدقوهم إن قالوا إن الأمن قد استتب وسألوا المليون ونصف مليون سوري الذين أضيفوا في هذا العام إلى قائمة المهددين بغياب الأمن الغذائي مما دفع بإعداد المحتاجين إلى قرابة عشرة ملايين سوري لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي زعيم الإرهاب في المنطقة والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يسعون للسلام وهم الذين سمحوا لموجات المتطرفين والمطبلين والمطبرين باجتياح سوريا وقتل خالد بن الوليد وصلاح الدين وغيرهما من أبطال التاريخ العربي والإسلامي لا تصدقوهم إن التفتوا يمنة ويسرة وراحوا يبحثون عن أسباب إخفاقهم ويرمون بها على مختلف الجهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر